طلاب هذا التمرين الأول هذا موضوع الماس كونفرزيشن نفس الموضوع السابق اللي اتو اخذتو اللي اشرحته بالمحاضرة السابقة يعني نفس التمارين نفس النوعية من هكذا تمارين هذا هنا عندك مثال بسيط تقريبا راح اشرحه على عجاله لان حتى الاحق اكبر عدد من التمارين اشرح الكومياء لان ساعة واحدة هنا مثل ما نشوف يقول لك ووتر فلوف هذا البايب هذا البايب قطر معين يجو اراء قطر ثاني وبعد ين يتوزع على برانشات مطيك العلاقات اللي تربط هذا البرانش ويا هذا البرانش يعني قايل لك الكيو بالثري هذا يحسبه كيو ثري ساولك ضعف الكيو بالفور ضعف الكيو بالفور والهن هنا قايل لك الكيو فور هي واحد على اثنين من الكيو ثري زيان هنا اش مطيني مطيق قيمة ال V والدياميتر هنا وهنا ما يريد من عندك الديسشارج ويريد من عندك ال V ومطيق الدياميتر هيش نوعية من الاسئلة تكون يعني واضحة شن اللي اعتمد بالبداية حتى اقدر يعني احلل هذا السؤال شن اللي اقدر استخرجه اول ما اجي اباوع هيش نوعية من الاسئلة ابحث عن الديسشارج وين اقدر اطلع الديسشارج بيام مكان اني موجود عدي هسة ديسشارج مثل ما دا شوفون وين خل اكبر الشاشة خاف ما دا شوفوها وين موجود الديسشارج وين اقدر اطلع بيام مكان الدسشارج اذا اها بالضبط منطقة البي سي عندك سرعة مقدارها اثنيا وعندك الدياميتر مقدارها 75 مليم فبالتالي ديسشارج هنانا في البي سي اقدر استخرجه اول ما راح على البي سي قال q2 v2 في قيمة ال a2 ال v2 معلوم وقيمة ال a2 معلوم فبالتالي طلع الدسشارج قال طلع لنا قيمة 10.0 وثمانية هنانا الدسشارج في البي سي شي ساوي لك طلاب؟ شي يساوي لك هنا الدسشارج في البي سي شي يساوي لك؟ يعني فيها المنطقة الدسشارج؟ عام الي يساوي؟ôn ام مكان الدسشارج؟ أدري طلعت استخرجت الدس شارج هنانا شي ساوي هذا الدس شارج بأي مكان شي ساوي لي يعني الدس شارج تمام يعني أقصد الدس شارج بالاي بي هو نفسه في البي سي لو مو نفسه طلاب أكيد نفسيته أكيد نفسيته فبالتالي أنا عندي الكيو في الاي بي موجود قيمة الدس شارج طلعته من البي سي هو نفسه بالاي بي فبالتالي أنا أقول هنانا الكيو صار معلوم عندي ودائمي تر معلوم تستخرج قيمة شنو السرعة تستخرج قيمة السرعة في الاي بي يعني عندك كيو وعندك ريافة بالتالي السرعة بالاي بي وتقدر تستخرجها هسا أنا أجي بعد على العلاقات هنانا شون أستخرج الكيو هنا أنا مطلوبة الكيو ثري أو الكيو في السي دي والكيو في السي اي في هذه المنطقة مثل ما نشوف أنا عندي الدس شارج هنا هو توزع على مكانين هو صار عندك الدس شارج يعني كيو بالبي سي بهذا المكان هو جاي مني جاي من سي دي أيضا زائد شنو زائد سي يعني الدس شارج في هذا المكان يتوزع على منطقتين يتوزع على السي دي هذا الجزء ويتوزع على السي اي هذا تشوف هسا أنا عندي شمت لازم عندك كيو بي سي والكيو سي دي والكيو سي اي اكو علاقة تربط واحد باللغة بحيث يتحولن يعني البي سي معلوم انا طلعت قيمة الدس شارج بالبي سي قيمته معلوم وهسا هذا معلوم هذا معلوم بقدرني مجهول السي دي مجهول والسي اي مجهول اكو علاقة واحد بالاخر هو مطيكي اياها قال لك الكيو بالسي دي يساوي لك ضعف الكيو بالسي اي اذا هو مطيني هذه العلاقة احول وحدة بدلالة الاخرى هاي هو قل لك كيو بالسي دي هذا السي دي يساوي لك اثنين من الكيو وفي السي اي اجي اجي اعوض بمكان قيمة السي دي او بقية السي دي اعوض بمكان دلالة السي حول نسا بدلالة السي دي هو صار بالتالي كيو سي دي شي ساوي لك QCD على 2 QCD على 2 اجي هذي عوضها هنا بمكان هاي فبالتالي اتحولت كلها بدلالة السيدي صار هو المجهول فقط السيدي بالتالي اجي عوض ال QBC معلوم فقط ال QCD هو المجهول راح يكون اجي عوض فبالتالي استخرج قيمة ال Q بالسيدي انت علاقة اكو وحدة بالاخرى موجودة فبالتالي انا استخرجت ال Q4 لو قايل لك نص ال Q3 اذا ال Q بالسي اي هو نص ال Q بالسيدي انا استخرجت ال Q بالسيدي بالتالي ايضا انا اوجد ال Q التصريف في السي اي فقط تعويض مباشر اجي عوض طلع قيمة ال Q قيمة ال Q معلومة ال D معلومة بالتالي الاريا معلومة فقط ال V4 او ال VCE هي المجهولة ايضا استخرجها بالتالي هذا السؤال بسيط علاقات فقط تجي تربط العلاقات تكون بشكل صحيح تعرف التصريف بيا مكان يتوزع فبالتالي انت تعرف الاريا في هذا المكان يعني سيشوف المجاهين هنا هنا المجهول ل Q هنا المجهول السرعة وال Q احنا واحدة بدلالة الاخرى نقدر انحلها طلاب هذا السؤال بسيط اكو عليها في السؤال اكو عليها سؤال Energy Equation او هذا المهمة الانيرجي اكواجن ذاك كان ماس كونفزيشن هسا هنا احنا اخذ الانيرجي اكواجن هي معادلة برنولي معادلة برنولي اكو مفاهيم مهمة جدا لازم تفهمها لطريقة الحل طلاب اكو بعض الملاحظات لازم انت تعرف شلون تحل الانيرجي اكواجن اول شيء الانيرجي اكواجن لازم عندك نقطتين نقطة وان نقطة و لازم تحدد هاي النقطتين مكان هذي النقطتين مهم جدا نقطة وان والنقطة الثانية اللي تريد تحسب الطاقة خلالها هاي واحد السطوح المفتوحة طلاب السطوح المفتوحة للضغط الجوي دائما ناخذ يمها الضغط صفر السطوح المفتوحة للضغط الجوي تاخذ عدها الضغط يساوي صفر من خلال المعادلات وسنشوف الشيء راح نحن بعد السطوح المفتوحة مثل هذا مثلا خزان أو أي شيء السرعة الأولى دائما تكون صفر السرعة الأولى دائما تكون صفر أوكي هذه بعض الملاحظات المهمة اللي لازم أن تت يعني دائما هذا نحل بهالطريقة هذه زي مغلقة لا الكلام غير شيء ياخذ شكل آخر بس تكون مفتوحة للأتموسفيرك لا من تكون مفتوحة للأتموسفيرك الضغط تاخذها صفر السرعة الأولى تاخذها صفر أوكي هذه ملاحظات وبعد قلنا شنو وتاخذ دائما بالإنرجي أكويجين لازم أنت عندك نقطتين تقدر تحلل بياناتين تقدر تحسب الطاقة بالنقطة الأولى والطاقة بالنقطة الثانية أتمنى يكون واوح الموضوع هذه دائما هذا اللي دائما راح تشوفوها بالإنرجي أكويجين نيجي السؤال هذا مالتنا السؤال مالتنا هذا هو عبارة عن سد السدود طلاب السدود يعني نصحي للهيدرو السدود المائية الطاقة اللي نقدر نوفر طاقة لو ما نقدر نوفر طاقة نعم شون نوفر طاقة شون نجي ننتج طاقة من هذه السدود عن طريق إمرار الماء خلال أنادي بتمر على التوربينات فبالتالي هذه التوربينات نجي نربطها نحن في الجنريتر هذا الجنريتر نتيجة التدوير يبدو يولي الطاقة نحن بالعراق عدنا هاي النوعية نعم عدنا هاي النوعية من السدود سدة الهندية موجودة عدنا وعدنا سد الموصل إنتاج طاقة يكون عالي مثلا بسد الموصل ليشأل ارتفاع الماء التعالي جدا يوصل فوق الميت متر فبالتالي طاقة عالية جدا ممكن نحن نقدر نحصلها من هذه السد احنا هنا في سدة الهندية صور يعني حجم الطاقة يكون قليل لان ارتفاع مستوى ارتفاع الماء يكون شنو مرتفاع يكون قليل بالتالي هاي النوعية إذن أنا عندي سد هذا السد هو هذا جسم السد هنا أنا هذا الجزء المغمور هذه البحيرة اللي تتكون خلف السد هذا الماء اللي هنا راح نمر من خلال أنابيب مبوب معين يجي يتحول على التوربين التوربين هذا قلنا نربطة ويجي نريتر يولد لك شنو يولد لك طاقة هذا عندي الأنبوب هسه هذا السد مالتياني يقعي لي ارتفاع الماء يقول لك هنا 50 متر ارتفاع الماء عندي بهذه البحيرة 50 متر عندي توربين هذا طبعا أنا شونا مرر على التوربين لازم خلال أنابيب خاصة يمر على التوربين ويخرج لي ون يخرج إلى النهر يعني يخرج على الجزء الثاني من السد يخرج إلى الجزء خب أنا ما أحيز الماء وانا ودي لازم نخرج الى خارج يعني يرجع إلى النهر هذا البيت هنا اللي قال لك بالمخرج الدياميتر مالته هو 1 متر فبالتالي دي 2 نقطة على سطح البحيرة نقطة الثانية على المخرج مالة المي الدياميتر قال لي هو 1 متر 1 متر تالي دي 2 هي 1 متر اقدرت احسب السرعة مالة المي الخارج منها البيتو كانت 6 متر per second 6 متر per second ما هي أكبر طاقة ممكن انتاجها من خلال هذا السد من قللك maximum power اذا شنو كانت قيمته تساوي 0 مدام عندك maximum output اللوجص Las Vegas لا يأخذ بنظر الاعتبار لأن هذا أنا عندي maximum power فبالتالي اللوسز نحسبه هنا صفر ما مطي كياب السؤال تحسبه صفر مطي كياب السؤال لا لازم تأخذه فبالتالي أنا هنا قال لك هو maximum power فبالتالي اللوسز عندي هنا أفرضها صفر زي أجي أطبق المعادلة مالتي أجي أحط المعادلة مالبرنودي P1 over gamma زائد V1 square over 2G plus Z1 زائد HP يساوي لك P2 gamma V2 square over 2G Z2 زائد H T زائد HL شنو الHP طلاب شنو الHP ماذا تعني الHP طلاب هالي المعادلة هي معادلة بالتالي هي معادلة ارتفاعات هذه هي معادلة ارتفاعات هذه معادلة ارتفاعات فبالتالي من أقول لك HP هو قولي pump head pump head يعني ارتفاع السائل اللي وين بالمضخة زي اله تي اله تي اش دعني طلاب اله تي اله تي دوفتر باين اله اله هي شنو اللوس هي لان هاي المعادلة هي كلها عبارة تصميم هاسا هاي المعادلة عبارة عن معادلة ارتفاعات ارتفاعات زي اجي انا عندي pump هنا طلاب عندي pump عندي مضخة موجودة مضخة عندي الماء الخارج من هذا البايف هاي النقطة رقم 2 زي قلنا مدام معرضة للضغط الجوي اش ناخذ الضغط هنانا ناخذ ال p ال p1 هنانا راح ناخذه هذا الجزء صفر زي هذا الجزء هنا الثاني ايضا مفتوح ايضا مفتوح للضغط الجوي فبالتالي ايضا ناخذ الضغط هنا ال p راح يكون لعنا الضغط الجوي هذا مفتوح للضغط الجوي فبالتالي ايضا الضغط هنا في ال p2 راح يكون صفر فبالتالي اعتبارتهم صفر لأنه مفتوحات للضغط الجوي استاد اذا هنانا الام مو هذا مو حوض مثلا ومغلف اقدر اخذ صفر لا عيني انا تاخذها على الضغط الموجود هنا هذا بايف ويمتد ويمتدادات الاخي اقدر اخذ الضغط صفر لا عيني لا ما يصير فقط اللي مفتوح للضغط الجوي تاخذ صفر ملاحظة هذه مهمة مزيد اجيت ها الثاني باوعد الفي ون قلنا اش ناخذها على سطح البحيرة تاخذها صفر الفي هنا انا ماذا تتحرك هذه بنحسبها فالفي ون تساوي صفر اذا هذا صفر وهذا صفر زاد فالزد ون شي يمثل لك طلاب الزد ون هو ارتفاع يعني ارتفاع البحيرة ارتفاع الماء بهاي البحيرة فبالتالي العمق هاي ماء البحيرة يمثل لها اللي هو زد ون اللي هو مثلا انا خمسين راح يكون شي يساوي لك الزد ون المستوى الرفرنس مالتك اتة هو هنا الرفرنس الرفرنس مالتك هو هذا هنا فبالتالي هذا الزد ون راح يكون صفر نجي نباوع نعوض عن الزد ون بالخمسين وباقي الاجزاء كلها تن صفر شي يساوي لك شي يساوي لك البيتو تساوي صفر البيتو ناخذها هو نفس المطيك اياها اللي هي 6 متر بير سكند فبالتالي 6 تربيع على 2 في جي زائد شنو زائد اله تي اله تي اللي هي انت تريدها انت تستريد تستخرج قيمة اله تي الترباين هيد هسا اجع عوضها انا هنا لقيت انا اله تي اله تورباين هيد مقداره 48.1 متر زين الباور عندي من القوانين هي قاما في قيمة الكيو في قيمة اله تي قاما معلومة تسعة تالاف وثمانية وعشرة الاي تو لان هنا انا بالمخرج انا عندي فبالتالي الاي تو هي باي اوبر فور في الدي سكوير في قيمة اله تي اللي عندي قيمة اله تورباين هيد اذا الوبول رح يكون عندي قيمته مليونين كسور فبالتالي اضربها في عشرة اوس يعني حوله الى ميجا يعني القيمة نفسه في عشرة اوس فالتالي اطلعت عندي اي 2.22 ميجاواط لان هاي القيمة بالواط هذه القيمة بالواط فبالتالي انا احولها للميجاواط الميجا هي واحد في عشرة اوس فبالتالي يطلع عندي 2.22 ميجاوب